بسم الله الرحمن الرحيم آخر إشي توقفنا عنده المرة الماضية أنه U of T معادلة الطاقة النوعية بتساوي U0 زاد CV في T ناقص T0 أي أن الطاقة الداخلية لغاز مثالي فقط تعتمد على درجة الحرارة تعتمد الطاقة الداخلية النوعية على درجة الحرارة فقط ولا تعتمد على الحجم حيث سمينا اللي هو خلينا نحكي اعتماد DU على DV طلع معنا بساوي 0 عند ثبوت درجة الحرارة لأن U هو function of T and V فهو فقط يعتمد على T فقط ولا يعتمد على B لأنه استخرجنا المرة الماضية أن DU على DV بثبات T بساوي 0 اليوم نأخذ تجربة ثانية اسمها تجربة جول ثومسون احنا ما بهمنا بتحديد خلينا نحكي شكل التجربة بقدر ما بهمنا النتائج اللي بنحصل عليها من هذه التجربة ولكن نشرح عنها بشكل بسيط اللي هي تجربة جول ثومسون عندي تجربة جول وثومسون في عندي غاز بيدخل فيه خلينا نحكي بيدخل فيه مسار أفقي هذا الغاز بيكون ضغطه بيكون ضغطه P1 ضغط الغاز P1 ودرجة حرارته T1 فلما يعبر حاجز عبر حاجز مسامي يعني يستطيع أن يخترقه الغاز بعدها طبعاً لما يخترق الغاز بيقل ضغطه هذا الغاز يصبح على ضغط أقل اللي هو P2 وطبعاً درجة حرارته لا ما بتقل بتعتمد يعني درجة حرارته ما بتقل اللي بيقل فقط ضغطه لكن درجة حرارته بدها تنقاس لأنه فيه ميزان حرارة قبل وبعد عشان هيك هي تجربة لقياس درجة الحرارة الضغط بيقدر منقدر انقاسه لأنه منستخدم اللي هو شافت الشافت اللي هو خلينا نحكي زي المكبس اللي هو كنا نسميه البيستون كان يكبس عامودي إلى الأسفل هذا الشافت بيكبس أفقي نحو اليمين فبيكون فيه عندي نطلع الجهاز لاحظوا هذا زي ما حكيت لكم الشاف بيكون جاي من أقصى اليسار اللي هو بيكون سرعة هذا الغاز اللي هو V1 بتكون درجة حرارته T1 خلينا نحكي البرشور تابعه P1 عندما يعبر هذا الحاجز المسامي يصبح ضغطه أقل وهو P2 ودرجة حرارته تقاس وسرعته وسرعته هسا في عندي لا يوجد ثريان حرارة عبر الجدار في هذا لأنه معزول إذا تدفق الحرارة عبر هذا الجدار لاحظوا هذا الخط المائل هذا اللي بيحيط بهذه التجربة عازل حراري فلا يوجد أي تسرب لدرجة الحرارة حسا لما نحصل خلينا نحكي بعد الزمن نحصل على إشي اسمه يعني لا تتغير خلينا نحكي يصبح سريان السائل بشكل لا تتغير فيه سرعة السائل P1 و P2 الشيء الكثير عند مروره عبر هذا الحاجز فخلينا نشوف هاي طبعا اسمه سريان مائع مستقر في شابتر ثلاث الكتاب العربي ما مر عن هذا السكشن الكتاب الإنجليزي موجود فيه اللي هو معادلة السائل معادلة سريان مائع مستقر طبعا المعادلة هي المعادلة 44 حيث الانثل بداخل في هذه المعادلة معادلة هذا السريان هاي معادلة نوعية لذلك كل الكميات المستخدمة هون هي كميات نوعية لاحظوا خلينا نفهم المعادلة 44 المعادلة 44 H2 هو الانثل بالنوع H2 اللي هو بعد عبور الغاز من الطرف الآخر هاي نص V2 تربيع اللي هي طاقة الحركة النوعية لما نقسمها على الكتلة لأنه طاقة الحركة نص M V2 تربيع بس هي طاقة الحركة النوعية يعني نقسمها على M هاي GZ2 اللي هي طاقة الوضع النوعية بعد ما نقسمها على الآن فلاحظوا هاي يعني الكمية هاي اللي يسار ناقص الكمية الابتدائية اللي هي على اليمين هاي معادلة تسمى معادلة steady state equation او energy of steady state equation هاي يعني اللي هي مأخوذ حكيتلكم موجودة في الكتاب الانجليزي اللي هي المعادلة الثلاث ثمانية وثلاثين بس احنا مش موجودة عندنا هنا في الكتاب فهاي بتساوي ل Q-W shaft اللي هو شغل الشافت هس خلينا نحكي الشغل الذي يبذله المائع اللي هو ال-W shaft يساوي صفرا في حالة steady state يعني لانه خلص انت بتدز هذا السائل وخلص بيبطل يبذل شغل يعني بيبطل فيه تغير خلينا نحكي او بيبطل فيه عندي قوة لهذا الشافت لانه صار في حالة steady state فالمهم المعادلة اربار بين الطرف الايمن منها كله بساوي zero لكيوف ما فيه سرايان في الحرارة ولا فيه كمان لسرايان حراري ولا فيه شغل والارتفاع نفسه لانه احنا افقيا منتحرك z1 تساوي z2 والسرعات كمان الفروق بينها صغيرة لذلك المحصلة انه h1 بتساوي h2 اذا احنا فيه حالة اسم حالة enthalpy الابتدائية تساوي ال enthalpy النهائية اي ان العملية في هذه الظروف تحدث تحت enthalpy ثابت يعني كيف احنا احنا اشي اسمه تحتها خلينا نحكي اليو الانترن الانيرجي ثابتة هنا الظروف هاي بتعمل ال enthalpy ثابتة بدنا نشوف شو بنا نتسفيد منها في عندي معامل اسمه معامل جول ثومسون زي ما اخذنا المعامل اللي قبله معامل جول اللي عرفناه اللي هو dt by dv تذكروا معاي dt تغير درجة الحرارة مع تغير الحجم بثبوت الانترن الانيرجي هسا حون بدنا نحسب معامل جول ثومسون هسا منشوف في عندي رح ناخذ قراءات اللي هي درجة الحرارة الابتدائية والبريشر بعدين مناخذ بريشر ثاني p2 p3 قيم متعددة و t2 و t3 قيم مختلفة لدرجات الحرارة والضغوط بحيث انه الانثلبي يكون ثابت فيعني خلينا نحكي بشكل عام معطينا انه h alpha و p alpha و t alpha هي يعني الانثلبي للايزو انثلبي مثلا ثابت في سطح ال h p t لاحظوا هذا سطح ال h p t اي ان الانثلبي يعتمد على ال pressure وال temperature فلاحظوا في هذا المنحنى لا يمثل العملية التي يخضى لها الغاز عبر الحاجز عملية غير شيء بالساكن وليس سلسلة من عمليات الاتزان يجب قياس الضغط في نقطة بعيدة عن اللي هو خلينا نحكي عن الحاجز اللي موجود بالنص اللي هو الحاجز المسامي حتى يكون في عندي انتظام في اخذ القياس درجة الحرارة او الضغط فاحنا المحصلي يعني احنا ما بدنا نشرح عن طبيعة في عندي كل زوج من t1 والp1 بشكله خلينا نحكي منحنى هذا المنحنى له قيمة زي ما هسا راح نشوفه المنحنى فهو يعني لما نيجي نرسم t مع p خلينا اورجيكم الرسمة اللي هاي هنا المنحنى المنحنى هو الشكل اللي على اليمين منحنى t مع p لاحظوا احنا بدنا هون p1 t1 اللي هي اول على يمين المنحنى ثم بدأ الضغط خلينا نحكي بال بالنقصان والtemperature زادت ثم p3 اقل من t3 كل هذا تابع هذا المنحنى كامل لانثلبي واحد عند نفس الانثلبي عند التحكم خلينا نحكي في الpressure واخذ قراءات كاملة فلاحظوا الرسمي اللي على اليسار هاي التمبرتشر مع البرتشر لعدة انثلبيات اللي هي عدد الخطوط عندي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة يعني خمس انثلبيات اتاخذت على الخط كل انثلبي له قيمة عظمى لاحظوا القيمة العظمى اللي للانثلبي الاول عند النقطة هاي اذا السهم مشار اللي هو اول منحنى القيمة العظمى الثاني اللي هي نقطة بي القيمة العظمى الثاثية في المنحنى الثالث اتجهت نحو اليسار والقيمة العظمى في المنحنى الرابعة اتجهت نحو اليسار فهذا المنحنى اللي بيصل ما بين القيمة العظمى منسمي الانفيرجين كيرف منرجع حتى نعرف اللي هي معامل جول ثومسون منعرفه انه تغير الحرارة تغير دي تي على دي بي بثبات المثلبي فإحنا منروح على هذا منحنة temperature مع temperature عنده ثبات الانثلبي ومنأخذ الميل المماس ومنشوف الميل المماس قداش بيساوي لأنه يمثل هاي قيمة الميو الميو هي عبارة عن اللي هي معامل جول ثومسون